اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عرش الصفحة في الاهلي وخلي بالحضراتكم الموضوع اللي هنتكلم فيه على بسطته إلا أنه في منتهى الأهمية اللي في الدنيا بينتج عنه أو بتحديداً بينتج عن الإفراط فيه أو التقليل منه مشاكل كتيرة جداً في الجسم أنا بكلم بحضراتكم عن الميا ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة ديناب بصعود اللي بنوراني في حلقتنا النهاردة صباح الفل عليك يا دكتور أهلا بيكي ربنا يا خليك الحمد لله كله تمام الحمد لله أنا واحد من الناس بقى يدينة عندي مشكلة مع الميا ابتديت أخذ بالي مؤخراً أن أنا فعلاً فعلاً كنت عايش غلط الفترة اللي فاتت بأن أنا أكاد أكون ما بشربش مياه غير كل فين وفين تعالي مستدي بيه وباللي زي الناس اللي ما بتشربش مياه غير كل فين وفين وبيستبدوها بسوايل تانية عصائر تانية ماشروا بات غزية ونعمال فايس رأيكي فالموضوع ده إلى أي درجة هو موضوع خاطئ بس يا كريم هي المياه أساس كل شيء حي الموضوع ده خاطئ جداً يعني جسمنا عبارة من خمسين لسبعين في المياه منه مياه كل خلية في جسمي وكل نسيق في جسمي وكل عضو شعري جلدي بشرتي أعضائي كلها محتاجة مياه عشان تقدي وظيفتها المياه مهمة لحاجات كتيرة جداً من أهم فوايد المياه أنها بتعمل حاجة اسمها هي اللي بتضرط السموم من الجسم لو مشربتش مياه كويس السموم هتبضل موجودة في الجسم وتعمل لي مشاكل المياه بتعمل على سرعة معدل الآيد ناس كتير مش عارفة كده والمياه سقعة فيه مقولة مثلاً ناس تقولك اشربي مياه سخنة على الريق دي اللي بتحرق الدهون إن المياه سخنة تنزل تحرق الدهون لا ده مش صح المياه سقعة هي اللي بتحرق الدهون وهي اللي بتزود عندي عملية التمثيل الغذائي وعملية الحر عندي كمان اه طبعاً اه طبعاً اه انا لما بشرب مياه لازم تكون بتلجة وانا قول دهون يراحل شرين دهون يراحل فيه اه ده الموضوع بقى انت في نعم يا كريم اللي ما عندكش دهون يعني ده أنا بقوم معين في ان انا بعمل الحاجات الغلط يعني فيك المعان في الموضوع اه انا ما اعرفش معلوم انت المياه السقعة دي واعتقد برضه ممكن يكون فيه البعض من حضراتكم يمكن يبقى اول مرة بيعرف الحكاية بالزبط والميا كمان ليها فوايد كتيرة جداً ليها تدعيم طبعاً الصحة الجسدية والصحة النفسية الاثنين وليها فوايد في عملية الهضم حتى تلاقي ناس كتير مثلاً لو عندها امساك يقولك شربوا ميا كتير عشان الميا بتزبط عملية الاخراج وبتزبط عملية حركة الامعاء فالميا اساس كل حاجة حية بتعمل ديتوكس بتزبط ان الصحة النفسية بتزبط نظارة بشرتي شعري جاف نقولك شرب الميا الشعر الجاف يمكن حتى لو يسألوني تب نعرف زينا احنا بننسى نشرب ميا الشعر اللي بنت شعرها جاف جداً مثلا يبقى اكيد عندها نقص في الميا شديد اليورن لون البول لما بيبقى غامق على طول لازم تشرب ميا دي اشارة لإيه اللون البول لما بيبقى غامق يبقى احنا بنشرب اقل من اتنين لتر ميا في اليوم هو المعدل الطبيعي للستات من اتنين ونص لتلاتة لتر في اليوم الرجالة اكتر شوية طب احنا يعني كلامك الشوية اللي فات دول مشيين في سكة المشاكل اللي هتحصل في حال عدم شرب الكمية الكافية من الميا طب الوضع المعكوس بقى ناس اللي تشرب ميا كتير ولا الميا مفعش مشكلة كترهة هو مين فينا بيشرب اكتر من تلاتة لتر ميا في اليوم يعني بيبقى صعب احنا يا ريت نعرف نوصل للقدر الكافي بالزبط الرياضيين بيحتاجين ميا اكتر طبعا يعني الرياضيين واللي بيلعبوا رياضة كتير وبيعرقوا كتير لو مشروبوش ميا اكتر من من الناس اللي ما بتلعبش رياضة يحصل لهم جفاف بالزبط بقى الرياضيين كمان اللي بياخدوا مكملات غذائية وبروتين وبرضو معرفش مدى صحة الكلام ده بس يقال ان الواحد لازم يعمل حاجتين لو هو بياخد مكملات غذائية وخصوصا من الصنف اللي بياخدوه في الجمات يعني الرياضيين بتوع كمان الاجساب انه لازم يشرب ميا كتير طبعا دي حاجة دايما بتتقال وانه لازم يحرق من خلال التمرينات اللي هو الباودر الباودر والحاجات برضو كلام ده مصبوط ولا مصبوط طبعا 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 لان كمان الرياضيين بياخدوا كالوريز اكتر من الناس العادية فلازم عشان يتمرن بياخد كالوريز اعلى طب لو خاد الكالوريز الاعلى دي وما تمرنش افطا او ما تمرنش كما ينبغي لو الرياضيين بتشوف رياضيين كتير اول ما بيقعدوا بيتخنوا لانهما تعودوا على كمية اكل معينة طب في حاجة بتترسب في الكبد انا بسألك اصلا عشان كده الكبد او الكلى هل لو الواحد خد مكملات غزائية ومالتي فيتامينز وا 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 هل الحاجات دي لو ما تحرقتش كما ينبغي او لو 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 يتم انتصاصها كما ينبغي هل بيانتج عنها ترسبات ما بتحصل على الكلى او على الكبد الزيادة عن الحد ممكن يتقلب ضد عشان كده بقول ما نزيتش في المكملات الغذائية غير بالجرعة المصرح بيها سواء من الدكتور اللي بيكتبها او من وزارة الصحة او من هيئة سلامة الغذائية ما ينفعش انقطر في المكملات الغذائية ولا الفايتامينز ولا الباودرز ولا البروتينز اللي بتتاخد والأمين وأسدس والحاجات دي وهارجع كمان على قصة المية كتير لما قلتلي لو شربنا مية كتير زيادة عن الزود بيحصل مشكلة في السوديوم اكيد بيحصل مشكلة وخلل في نسبة السوديوم وممكن يحصل مشاكل في الضغط ممكن يحصل هبوط في الضغط عشان كده لما مثلا الكبار شوية في السن يقول لك ايه بلاش ملح كتير السوديوم ملح لكن ساعات يخافوا قوي عشان الضغط ما يعلاش فيمنعوا الملح خالص ممنوع ان احنا نمنع الملح خالص لان القلب محتاج ملح والمخ مش ملح السوديوم يعني والمخ محتاج ملح فدي حاجة مهمة برضو وتتاخد في الحزبان طيب احنا عايزين نتكلم بقى شوية عن يعني فيستا من الزاوية اللي احنا نتكلم فيها اللي هي المية تحملها جاية اتكلم معاك النهاردة برضو على منتج مهم قوي للناس اللي حاولت تخص بالدايت سواء ستات او رجالة اللي مشوا على انظمة غزائية ومخصوش الناس اللي عندها شراها ومش قادرة تمشي على دايت احنا كمصريين بنحب الاكل قوي فصعب ان كتا تحرمني من حاجة فمن اقوى المكملات الغذائية المعروفة دلوقتي جدا والمصرح بيها من وزارة الصحة المصرية هو بيستا بيستا اولا امن جدا لقوة ثلاثية لان هو دا اللي بيميز بيستا عن اي مكمل غذائي اخر بينقص في الوزن من اهم الفوائد بتاعة بيستا انه بيتكون من ثلاث انواع من الالياف الغذائية الطبيعية اللي بتساعدني على حرق الدهون اول حاجة وبتساعد على انتظام معدلات الشبع عندي والشراها في الاكل يعني ده بيسيطر على التلاتة دول كلهم ازاي لو اتكلم الناس اللي حاولت تخس بس مش عايزة تحرم نفسها من الاكل مهمة قوي ان انا اقل الاكل عشان اخس والعب رياضة الناس تقولك لا انا مش عايزة اقلعب رياضة وعايزة اخس ومش عايزة اقل الاكل طب عامل ايه يا دكتورة دينا بناخد بيستا بيستا زي ما انا قلت مرخص بزارة الصحة المصرية موجود في السيدليات او عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة باخد بيستا ساشة واحدة قبل الاكلة كبيرة يعني احنا عندنا مثلا انا نازل دلوقتي معزومة على الغداء وخايفة ان انا اكل كتير باخد معايا ساشة على طول قبل الاكل بنص ساعة على كباية مياه كبيرة ليه بقول كباية مياه كبيرة لانه كله الياف من اهم الياف اللي بتساعد جدا على انقاذ الوزن داخل بيستا الشفان وما حدش يقولي انا هاخد شفان برا لان الشفان خداع الشفان لو اتاخد منه كميات كبيرة بلاس ان اللي بياخد شفان يا اما بيحط عليه عسل يا اما بيحط عليه لبن كمل الداسم يا اما يا اما فهيبس سعرات الحرارية بتاعته كتيرة بيستمفوش سعرات حرارية ما يعديش الساشة ما يعديش عشر عشر سعرات وهو فيه شفان الشفان هو لان الشفان اللي بيتاخد اللي بناكله هو انت تقصودي ان سعرات الشفان مبنية على البروستسين بتاعه على حسب اللي باكله ازاي او مع ايه؟ بالزبط كمياته لو كبيرة يعني ااخدنا كتير من الشفان هندخل لو خلطناه مع عسل مع مقصرات والحجموز كل الحاجات دي بتاعمل سعرات حرارية كنت اقولك ألب مولتي فيت هتكلم على ألب مولتي فيت فبستا من اقوى المكملات الغذائية اللي بتساعد جدا على انقاذ الواس زيما انا قلت الشفان ردة الامح من الالياف المهمة جدا اللي بتقدر تحرق الدهون وكشور السيليم كشور السيليم بقدر يحرق لي الدهون يحرق لي نشويات اللي انا باكلها والحلو في بيستا ان انا بعد حتى ما بخلص اكل احنا دلوقتي الالياف دخلت المعدة ونفشت لانها بتمتص المية وبتنفش فالحيز اللي هاكل فيه بقى قليل في المعدة فانا مش هعرف اكل الكمية اللي انا اكلتها بلاس ان هفضل شبعانة خمس ساعات ست ساعات هفضل شبعانة لان قريدي ردة الامح ما بتتهدمش بسرعة انا اول مرة اسمع عن ردة الامح انا اسمع عن جنين الامح مثلا وغالبا ما بيكون مرتبط بزيادة الوزن اه بزرطة بزرطة لكن ردة الامح دي جديدة برطة اه من نوع مشتقم المشتقات الامح بيساعد جدا على انقاذ الوزن وبيساعد على حرق الدهون الصعبة جميل طيب خلينا بقى نشوف يعني ايه معادل بصري اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم ونشوف تجربة حية شخص اسمه الأستاذ علي كان بيعاني من سبنا مفرطة في وقت من الوقات وبعد التعامل بقى فيستا الوضع اختلف شوي خلينا نشوف حصل ايه مع علي تفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي سعدتك تخص انا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلة انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك ما كنتش بقدر البيس صحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كرة ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي تحلي انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كاني باشرب عصير بالزرق كنتش محروم من حاجة نهائي انا كنت بيأكل بيستا بس كنت بيأكل بكميات قليلة لانه بحسسني بالشبع لمدة طويلة وانا الصراحة بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنة انه يجرب بيستا طيب ده نموذك دي حالة واكيد انت يعني مر عليك العشرات ان ما كانش اكتر من الحالات دي طيب بما ان انا بنتكلم عن فقدان الوزن فيه ناس لما بتيجي تخس ايا كان الاسلوب اللي هي خست من خلاله بيبقى فيه نقصان شديد في الوزن وفي زمن قد يكون قياسي عند بعض الحالات النزول الشديد في الوزن ده ما بيقاش مرتبط باي اثار تانية جانبية اي اعراض تستجد على الشخص اللي فقط كم كبير من الوزن في زمن قليل فيه ناس بتجيب معهم مشاكل في تسقط الشعر فيه ناس بتجيب معهم مشاكل في تراهل الجلد الى اخره نعمل ايه بحيث ان احنا نخس من غير العواقب دي التسقط الشعر والبهتان بتاع البشرة والارهاق وكلام ده شركة بايو ناتشرل مقدمة مع بيستا مالتي فيتامين رائع مكمل غذائي كله فيتامينات ومعادن دخله 13 فيتامين ومعادن اسمه ألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء دخله فيتامين سي طبعا بيستا كمان في فيتامين سي ملحدش اكلم ان فيتامين سي غير انه بيساعد على امتصاص الحديد ونظرة البشرة والشعر بيساعد على حرق الدهون ودي الدراسات الأخيرة أثبتت ان فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون ألبا مالتي فيت دخله فيتامين سي بي عليه المناعة جدا فدي حاجة مهمة ان انا وانا بخص محصليش ضعف في المناعة طبعا لقوا بالزبط في الوقت اللي احنا في ده بالزبط طبعا ألبا مالتي فيت اللي بيميزه انه الاقوى كمضادة اكسادا ودخله كل عائلة فيتامين بيه فيتامين بيه مهمة للأعصاب بتاعتنا مهمة لعملية الحرق وعملية التمثيل الغذائي مهمة جدا للمخ مهمة للدم الكوبالامين مهمة لانتاج كرات الدم للحمراء كل والفوليك أسد موجود داخل ألبا مالتي فيت وعندي داخل ألبا مالتي فيت كمان الكالسيوم المهم لصحة عظمي ومهم لانقباض عدد القلب الكالسيوم وعندي طبعا داخل ألبا مالتي فيت الزينك احنا عندنا أعلى تركيز في الزينك 23.9 المهم لكل العمليات الحيواء في الجسم مهم للشعر والبشرة حلو يعني الاتنين بيوزنوا بعض او لما الواحد يتعامل مع المنتجين بالزبط معناه انه هيحصل على الخسية اللي هو بينشدها وفي نفس الوقت هيحافظ على صحيته بيستا كمان اللي عايز يثبت وزنه يعني مش بس انا اخس واسيب اما انا لو سبت بيستا هرجع ممكن ارجع اكل تاني واضخن تاني فيه ناس عايزة ما تتخنش فممكن تاخد سرشة واحدة قبل الاكلة الكبيرة عشان تثبت وزنها هو ده يعني التفصيلة دي بتحصل دايما ليه سواء مع الناس اللي عايزة تزيد فبتلجأ مثلا لفواتح شهية او الناس اللي عايزة تخس فبتلجأ للنوع ده من المنتجات اللي احنا بنتكلم عليه ليه لما الواحد بيتوقف عن الشيء اللي هو واخده كمكمل او كمخسس انجاز التعبير يعني بيرجع كل حاجة زي ما هي علشان ما بيمشيش على اللايف ستايل الصح يعني انا خسيت يعني انا خسيت وكل حاجة بس برجع تاني بعد ما بخس ارجع تاني للايف ستايل انا بقول لايف ستايل مهم يمكن ناس كتير مش عارفة النوم المتأخر ده بيتخن على فكرة النوم المتأخر ده بيتخن يعني النوم المتأخر الجسم بيحصله ديتوكس فيكيشن باللير الاسترس الاسترس القوي جدا ده بيتخن لان الاسترس اول ما بيحصل استرس او يعني استرس بالعربية ضغط ضغط عصبي الكورتزول بيعلق احنا عندنا الهرمونات بتتحكم كمان في الخسية والطخن الهرمونات زي مثلا هرمون الكورتزول لو عالي هيحبس لي ميا في جسمي عندك هرمون الانسولين المسؤول عن تخزين الدهون في الخلايا الانسولين لو حصلوا برضو لو حصلوا مشكلة مقاومة انسولين او انسولين ديستيربنس او واتفر المعدل الانسولين مش صح هيحصل لي تخن وعايز اقولك ان بيستا كمان بيزبط معادل الانسولين نسبة الانسولين في الدم دي حاجة مهمة لانه بيحتوي على الكورنتين وبيحتوي على الكروميوم عندك الحاجات كمان اللي بتتخن الغودة الضرقية لما يحصل لها مشكلة انا رأيتني ذاكرت كامستري معاك او انا في سنوية عاما دينا كنت تفريقي معاك كتير او في حالك كريم انا كنت الاولى عضو فايتي اخر سنة ديش زر تشكل ده وتأكد من ده وبعدين الغودة الضرقية مشاكل الغودة الضرقية الثيرويد بلند لما بيحصل لها مشاكل عشان كده الستات احنا عندنا اكتر من 60% من الستات عندها خمول في الغودة الضرقية أول ما الغودة الضرقية بيحصل لها خمول وهرمون الغودة الضرقية بيقل بيحصل تخن والتخن او السمنة لازم نركز في الموضوع ده جدا الموضوع مش جمالي مش البنت مثلا إيه ده ده د خين دير فاييع لا ده قصة مش كده القصة صحة لو دخلنا في سيفير اوبيز لما نعمل المعدلة بالزبط المعدلة للقطة الجسم ويعدي لي ٣٥٤٤٠ لازم وأقف لازم وأقف لأن مشاكل السمنة غير بأى الشكل احنا في غينة عن لقدر الله السكر، لقدر الله أمراض القلب، لقدر الله أمراض الضغط، كل الحاجات دي أساسها السمنة. للأسف، أنا بشوف أن في كتير مننا مش بيتعامل مع البند ده كما ينبغي، لأنه هو بند الأكل. إحنا لا بناكل صح ولا بناكل في التوقيتات الصحة ولا بناكل النوعيات الصحة، فبينتج عنها إما خسية أو زيادة في الوزن أو كوليسترول أو كذا. إحنا محتاجين نغير في ثقافتنا الغذائية كشعب. لازم نغير، أنا في حكمة كده أحبها. عندما يقول لك أنا أعيش عشان أكل. الأكل ده موت عدد الحياة. الأكل بالنسبة لناس هو من مباهج الحياة. بالضبط، هو حاجة جميلة. لكن بلاش نخلي الـ concept أنا أعيش عشان أكل. لأنا أكل عشان أعيش. خلي بالك أنا كنت أملة من كده بكتير. قصة لأ أنا أخذت اللي قلت لأ لازم أقف. إن أنا أكل عشان يبقى عندي طاقة عشان أعيش. معدين خلي بالك. الأكل ناس كتير مثلا تقعد تاكل تاكل. المفروض أن الشبعة بيحصل بعد ثلث ساعة. فكله بالراحة هتحسوا بالشبعة بعد ثلث ساعة. لكن أول ما بأسهم بأتغذى بأفضل أكل 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 أكل. ما بحسش بالشبعة غير بعد ثلث ساعة. أخذت كمية كالرز رهيبة وأنا ما بتمرنش. الكالرز دي هتروح فين؟ هتتخزن دهون أكيد. فلازم يبقى عندنا الوعي ده يعني. طيب برضو عشان وقت ما يسرقناش. عايزين نعرف منك هل في حد أدنى من العمر. اللي يقدر يتعامل مع بيستان. كمان خلي بالك في الفترة الأخيرة. بقينا بنشوف حتى أطفال بيعانوا من السمنة المخروطة. كثير من الأهالي وأولياء الأمور عندهم مشكلة كبيرة. مع أولادهم. وتلاقي ولد دي ممكن في ستة تبتدائي في بعض الأحيان. وتلاقيه ما شاء الله يعني. هو ده الأهالي اللي هي عامل كبير جدا. لأن السمنة يعني إنها تيجي في الأطفال دي كارثة أعتقد يعني. وما لما يكبروا شوية. برضو فيها عنصر وراسي. طبعا لو هتكلم عن أسباب السمنة. منها الجيناتك طبعا عنصر وراسي. ومنها سمنة اللي بيقولوا سمنة المطبخ أو حاجات مكتسبة. أو في أمراض بتقدي إلى سمنة. يعني عندي أمراض بتقدي إلى سمنة. وعندي أدوية أحيانا زي الكورتيزول بتقدي إلى سمنة. الأطفال لو هتكلم على بيستا آمن من سن 13 سنة. إزاي أعاد الأحصل على بيستا أو الكورس بيستا أو ألبو مالتي فيد. يا إما من السيدليات يا إما من طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة. وشركة بايو ناتشرل عندنا داخل الشركة متابعة من الدكاترة لأي حد بياخد الكورس. بيقدر يتابع مع الدكتور عن طريق الشركة أو الأرقام اللي ظهر على الشاشة. أعتقد الصورة كده أصبحت كافية ووافية بالنسبة لحضراتكم تقدروا تتعاملوا طبعا مع هذه المنتجات من خلال الأرقام الموجودة. أنا بشكرك نور فيها. جزيلا شكرا على وجودك معنا في حلقتنا النهاردة. إن شاء الله نشوفك على خير حلقة جاية. والشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان على متابعاتكم. بل وعلى حسن متابعاتكم لينا في كل حلقتنا النهاردة. نشوفكم على خير في يوم جديد إن شاء الله. وحلقة جديدة من عشر الصفحة الأهلية للتحدث.